تفقد وزير البيئة وصيد أحمد أنبودو عددا من المراكز والمحطات الخاصة بمراقبة الغابات وصيد تفاصيل الخبر مع أحمد خامس جمعة إن حماية البيئة من الاهتمامات الكبرى لرئيس الجمهورية إدرس دي بإتنو ويؤكد ذلك إنشاء الحزام الأخضر في ضواحي جمينة هذا وقبل ذلك كله تأسيس وزارة خاصة مكلفة بتنفيذ سياسة الحكومة بشأن المحافظة على البيئة والموارد المائية ولأجل معرفة مدى التزام السكان بقرارات الحكومة جاءت الزيارة التفقدية لوزير الصيد أحمد أنبودو محمد إلى مركز مراقبة الغابات الكائن بلا ماجي حيث تم هناك مصادرة العديد من السيارات والمركبات المشحونة بالحطب بطريقة غير قانونية وسيتم تقديمها إلى العدالة من ثم توجه الوزير إلى غابة بضواحي دوغيا والتي كانت مهددة بالتدمير لولا حرص القوة المشتركة لقوات الدفاع والأمن لا أصبحت هذه الغابة في خبر كان بعدها توجه الوزير والوفد المرافق له مستقلين زوارق بحرية جابت شواطو قرية جتي حتى قرية كناسرم التي تشتهر بصيد الأسماك بامتياز كما يوجد بها مركز المراقبة لقوات حماية البيئة والصيد حيث أعقد الوزير جلسة عمل مع الإداريين العسكريين والمدنيين والتجار والصيادين وقدم لهم رسالة الحكومة والتي فحواها ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبيئة كما تحدث مدير الصيد والتنمية الثروة السماكية عن أهمية الحفاظ على الثروة لأنها مسؤولية الجميع المواطن نفسها المنطقة منطقتك وانت بتشوف الحاجة دي خطأ وما تتكلم انت مشترك في دمرين هنا الموارد الطبيعي الموارد الرسالتنا بالنسبة للناس بتعال السروة السماكية السروة السماكية قبل البترون كان هنا مصدر الثالث بعد الزراعة والسروة الحيوانية عقب ذلك قدم قائد قوة حماية الغابات والكفاح ضد سويد الجائر طهر آدم أورقي كلمة أوضح خلالها بأن من المؤسف أصبح قطع الحطب الآن ليس لصنع الطعام بل لأغراض أخرى وطلب من السكان ترك هذه الأفعال المخالفة والمدمرة للبيئة من ثم زار الوزير محطط المراقبة لقوة حماية الغابات والثروة السماكية الكائنة بسوق كناسرون وتوقف على الأسماك المجففة والمغلقة في الكراتين للتصدير إلى نيجيريا والكاميرون يذكر بأن هذه الزيارة تعتبر رسالة صريحة وواضحة لكافة الطبقات المجتمع بضرورة احترام القوانين الخاصة بحماية البيئة وعقب الزيارة تحدث الوزير أحمد أنبودو عن رسائل الموجهة للثكان من خلال هذه الزيارة في الأسبوع المجتمع نظر عفوارج البرجة الحمن المتابعين في المطالب الإجتماعين يشهدون أن تشهرون مجدية ذلك للسؤول أن هناك تشهرون ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر